مجلس الوزراء ومركز المعلومات أتحفنا بإنفوجراف رائع بيتكلم فيه على الاستثمارات الأجنبية المباشرة فين؟ في مصر خلينا أقوم بس أشوفها مع حضراتكم لأنه ده من الحاجات اللي أنا يعني بحبها جدا هذا الجهد المشهود والموفور من مركز المعلومات في مجلس الوزراء بيكلم على تدفق الاستثمار الأجنبي في مصر خلال الفترة من 2014 وحتى 2019 تعالوا نشوفه إيه في 2014 قدامنا هو كان إجمالي الاستثمارات الأجنبية اللي داخلت مصر 4.6 مليار دولار النهاردة في 2019 في 2019 وصلنا 9 مليار دولار يعني من 4.6 من 10 لتسعة يعني زدنا كم في المية؟ 100% من 2014 ل2019 زدنا 100% حجم السمار كان أهو 4.5 بين 9 يعني عشان تبقى الرقم سعب من 4.5 بلاش 14.18 2014 لـ 2019 وصلنا لتسعة من الفترة المجهود اللي بوزل من 14 لـ 19 في خمس سنين ضعفنا حجم استثماراتنا مش استثماراتنا استثمارات الأجنبية اللي جات مصر المليارات دي 9 مليار دولار استثمارات أجنبية داخل الدولة المصرية في خمس سنين هو هيجي بالصدفة يعني هو هيجي بالمرصلة يعني هو هيجي بالحب لا لا الاستثمارات بتصل إلى المكان الآمن تصل إلى المكان المغري تصل المكان الواعد تصل المكان اللي فيه دولة احنا ما كانش عندنا دولة احنا كان عندنا شبه دولة احنا كان عندنا احتراء للدولة احنا كان هيبة الدولة منتزعة كان الدولة منزوعة الهيبة الكلام اللي بقوله كلام الناس لازم انت تفتكروا النهاردة 28 يونيا يعني 30 يونيا كان ثورة الشعب المصري اللي قام فيها الشعب المصري تصحيح أوضاعه وتصحيح صفحة مهمة من صفحات التاريخ علشان فعلك اللي انت قمت به يا مواطن وصححت المسيرة واخترت من اخترت الدولة المصرية بتقولك انا بشكرك وبقولك عملتلك ايه عملنا ايه في 4-5 سنين عملنا كتير او انت عملت كتير عملت اللي ما تعملش في 60 سنة في 6 سنين انجزنا ما لم ينجز في 60 عام في 60 عام اللي احنا عملناه 6 سنين عايز اكتر من 60 سنة والكلام اللي بقوله بقوله بارقام والله فيه حد لو مش عاجبه الكلام بقوله ممكن يتفضل يتفلق يتفضل انا مقدة بقوله مش بقوله يتفلق وبس بقوله تفضل يتفلق اتفضل اشرب بالبحر او عشان محدش يقولي ده الراجل ده لسانه طويل وسباب انا مش تمشي حد احنا 2014 كان عندي 4.5 مليار في 2019 عندي 9 مليار في النص بقى زدنا شوية 4 بقى 6 6 8 8 نزلت 7 2017 فاكرين زدنا 8 تاني 9 2019 رغم كل التحديات ده حاجة مهمة جدا جدا طيب هنا بقولي ارصيلة السسمار الاجنبي المباشر في مصر سنة 2000 يا مؤمنين 2000 من 20 سنة 2000 من 20 سنة كان حجم الاجمال الاستثمارات الاجنبية في نص 20 مليار دولار امتى سنة 2000 طيب سنة 2010 من 10 سنين كنا 73 مليار حجم الاستثمارات الاجنبية في 2000 وكام 2010 لما كان موجود بطرس غالي محمود موحيددين والمجموعة كلها كام 73 مليار النهاردة اهو في 2019 126 و 6 من 10 مليار دولار ده ايه؟ ده الارصدة الموجودة يعني في مصر دلوقتي دلوقتي وانا بكلمك في استثمارات اجنبية 126 احنا ده 19 في 20 دلوقتي مش اقل من 130 مليار دولار ارصدت استثمارات اجنبية مباشرة في مصر دلوقتي دلوقتي انا بكلم حضرتك فيه فلوس مستثمرة في بلدك 130 مليار دولار ب130 مليار دولار معناها ايه؟ يعني معناها فيه فلوس مستثمرة عندك يعني معناها فيه ثقة في اقتصادك ثقة في ضربتك ثقة في قيادتك ثقة في امنك ثقة في جيشك ثقة في مستقبلك ثقة في هذا الوضع لو ما عنديش امن وثقة والدولة وايبة ما حدش هيعبرني ما حدش هيجي يستثمر عندي لكن لما كان في 2014 4.5 مليار يطلعوا لتسعة مليار بعد 4 سنين معناها ان فيه ناس بتشتغل وبتفكر وبتجري وبتتابع وبتحاسب وبتغير وبتوضح هي دي الادارة اهو 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 احنا قدامكم اجمالي الفلوس كانت في سنة 2020 في سنة 2020 مليار سنة 2010 73 مليار سنة 2019 126 عشر احنا في 2020 النهاردة بقول وصلنا لأكتر من 130 مليار دي اول نقطة تاني نقطة هذا حجم الإصمار الإصمار بيحقق أرباح الناس الأجانب بيحققوا أرباح ياخد ارباح هادة فين بيطالحها كلها بر لا 41% من الأرباح تم إعادة ضخاء في الاستثمارات الجديدة 41% نسبة الأرباح المعاد استثمارها للشركات متعددة الجنسيات من تدفقات الاسثمار الأجنبي البشر يعني باختصار دخل في مشروع في مصر اللي هو الكام 9 مليار حققوا أرباح أعادوا استثمار جزء من الأرباح وصل كام 41% يبقى حجم الاستثمارات في مصر اضرب 130 زائد في 41% يعني دخلنا في حوالي 130 في 41% وكام يا وليد 130 في 41% حوالي 5-60 مليار زائد 30 بقى 180 مليار عندك استثمارات أجنبية في مصر ب180-170 مليار جنيه ده مش صدفة ده مش جاي كده عشوائي ده مش جاي وإحنا نايمين السماء لا تنطر ذهبا ولا تنطر فضة وإن الله لا يسمع من ساكت طيب الكلام اللي أنا بقوله ده مش جاي من عمدياتي ولا جاي بقوله كده وانا قاعد في جات لي رؤية وانا قاعد في في إشارة رابعة قالت لي أنت تبقى أحسن واحد لا منظمة الأنكتاد بتقول أنه مصر بتحافظ على مكانتها كالدولة الأولى الجاذبة للإصمار في القرى الأفريقية مصر صدفة لا مش صدفة ليه لأنها 2017 2018 2019 الأولى أفريقيا 2017 و18 الأولى أفريقيا و19 الأولى أفريقيا برضو ليه هي الدولة الأولى أفريقيا وفي المنطقة المتوسط الأولى في جاذب الإصمار في هذا المكان كاقتصادات واعدة بشهادة الأنكتاد والبنك الدولي وسندوق النقد الدولي وبلومبرج كله أجمع علينا مصر رقم واحد كدولة جاذبة للإصمار غيره يا إبراهيم يا إبراهيم إبراهيم صح صح يا إبراهيم صح صح يا إبراهيم الإصمار الأجنبي المباشر يستمر يستمر في تدفق على مصر كوجهة أولى وجهة أولى الإصمار في إفريقيا يعني إحنا رقم واحد آه رقم واحد تبتع لشوف إيه بي عندي في عام 17 وعام 18 لا لا يا أثيو لا يا أوليد ارجع تاني ارجع تاني ارجع يا أوليد أيوة ارجع ألفين وسبعتاشر ألفين وطمنتاشر ألفين وتسعتاشر ألفين وسبعتاشر الحلكة إيه؟ الحلكة زي في مصر هي رقم واحد أهيه أثيوبيا رقم اتنين في إيه؟ في جاذب الإصمار الأجنبي عندهم مشروعات نيجيريا رقم تلاتة غانا رقم اربعة المغرب رقم خمسة قادل كحكة هيه؟ كحكة الإصمار مصر رقم واحد في ألفين وسبعتاشر طيب أهم القطاعات اللي كانت جاذبة الإصمار في مصر غاز ونقل وكهرب خلاص؟ أهم الدول اللي ضخط الإصمار عنده في مصر المملكة المتحدة بريطانيا يعني خمسة ونصف مليار بلجيكا اتنين مليار لولاية المتحدة الإمارات يبقى بريطانيا بلجيكا أمريكا الإمارات دول أكبر المستثمرين عندنا فين؟ في مصر عشان ما أطولش عليكم في سنة ألفين وثمنتاشر مصر الأولى جنوب أفريقيا رقم اتنين مكان أثيوبيا خلي بالكم دخل الجنوب أفريقيا حلت في المركز الثاني الكنغو المغرب أثيوبيا يبقى هنا طلعت غانا وطلعت نيجيريا في عام ألفين وثمنتاشر أهم الحاجات النفط والغاز والصناعة والصحة أخذوا بالكم هنا كان غاز ونقل وكهربا ده بنية أساسية يعني السادة اللي بعدها بقى عندي صناعة وصحة لأن أنا عملت بنية تحتية في هذا العام خلتني أنتقل لأنمط جديدة من الاستثمار والصناعة في العام اللي بعده أهركز معاي غاز نقل كهرب بنية تحتية لما عملنا المحطات الكهربة الله يكرمه الدكتور محمد شاكر والنقل والطرق والغاز والغيره تاني سنة بسرعة النفط زي ما هو الغاز ده أساسي الصناعة كلها كل الصناعات والصحة أهم الدول برضو بريطانيا بريطانيا زي ما هي بلجيكا أمريكا الإمارات دول الناس اللي نحطوهم على رأسنا وبيستثمروا عندنا الفين وتسعة مصر رقم واحد اهي يبقى سبعتاشر مصر رقم واحد تمنتاشر مصر رقم واحد تسعتاشر مصر رقم واحد جنوب أفريقيا رقم اتنين برضو محافظة على ايه على نفسها جنوب أفريقيا والكنغو رجع التاني وناجيريا تلاتة واثيوبيا اربعة اثيوبيا موجودة رابع اثيوبيا موجودة رابع اثيوبيا موجودة تاني يبقى اثيوبيا دولة واعيدة برضو في الاسمار خدوا بالكو اهو انا برضو لازم نبص عليها السمارات فين في مصر النفط والغاز دخلت ايه الانتصالات والعقارات انا بس عايز الناس تقرأ هي مش ارقام بتتحطوا خلاص لا هنا في الاول الحاجات اللي انا باست القطاعات الجاذبة للاستثمار في مصر كانت في 2017 الغاز نقل كهرب ضيفنا عليهم في تسعتاشر في دمانتاشر صناعة وصحة ضيفنا عليهم في تسعتاشر اتصالات وعقارات دخلنا في مجالات وقطاعات جديدة اهم الدول اللي تستثمر عندنا برضو بريطانيا بتزيد السمارات هاو يعني كانت دولة 6 و4 من 10 كانت 4 و6 من 10 كانت 5 و5 من 10 يعني بتزيد السمارات البريطانية البلجيكا 2 و3 من 10 الولايات المتحدة والامارات يبقى اربع دول خلو بالك اربع دول هي الاكثر استثمارا في مصر رقم واحد عشان الناس بس بعرفة الدول بريطانيا رقم واحد اتنين بلجيكا تلاتة الولايات المتحدة الامريكية اربع الامارات دول الدول اللي بيستثمروا في بلدنا استثمروا بقد ايه ومعهم دول تاني بس دول اكبر اكبر اربع دول يبقى الحمد لله احنا رقم واحد محافظين على صدرتنا في 17 18 19 وان شاء الله في 20 والدول اللي ورانا والدول اللي تستثمر عندنا واجمال الاسمارات 9 مليار في 2019 والمجموع كله يصل الى 130 بالارباح يعمل 170 180 مليار طيب الكلام ده كلام مش جاي صدفة قلت ومش جاي به ناس قاعدة بتدعي وخلاص ناس بتشتغل وبتقول يا رب ناس بتشتغل وبتقول يا رب وربنا بيوفق لانه ربنا ما بيضحش تعب حد بعد